السلام عليكم نكمل دروسنا مع درس جديد في وحدة الكهرباء عنوان الدرس المقاومة الكهربائية قانون أوم لغزيستانس إلكتريك لواء دوم قانون أوم نسبة إلى مكتشفه جورج سيمون أوم دو الجنسية الألمانية والذي ازداد سنة 1787 ومات سنة 1854 بميونيخ وتخليدا له أطليقة يسموه على وحدة المقاومة الكهربائية الأوم سوف نقوم بالتذكير ببعض المقادير الفيزيائية التي سنحتاجها خلال هذا الدرس أولا نبدأ بالتوتر رمزه U ووحدته العالمية الفولت نرمز لها بحرف V وجهاز القياس هو الفولت متر بطبيعة الحال هذا الجهاز يركب على التوازي إذن العنصر الثاني هو شدة التيار نرمز لها ووحدتها العالمية نرمز لها وجهاز القياس هو وهو يركب على التوالي والمقدار الفيزيائي الأخير هو المقاومة نرمز لها ووحدتها العالمية وجهاز القياس هو ويركب على التوازي تقيمان في إطار التذكير بالمكتسبات السابقة إذن طريقة تحديد المقاومة كين طريقتين إما باستعمال جهاز الأوم متر الذي يركب على التوازي أو باستعمال الترقيم العالمي للألوان إذن كما تلاحظون هذه هي المقاومة أو كذلك تسمى موصل أومي إذن توجد أربع حلقات ملوانة ثلاث حلقات متقاربة تعطي قيمة المقاومة وواحدة منفريدة تحدد دقة المقاومة عندنا هنا ثلاثة الألوان متقاربين وعدنا هنا وحدة متبعدة سنوضع المقاومة الكهربائية بحيث تكون الحلقات المتقاربة على اليسار والحلقة ديال الدقة ستكون على اليامي كتكون بعيدة عليهم إذن بالنسبة للترقيم فاللون الأسود يوافقه العدد صفر بني رقم واحد أحمر جوج برتقالي ثلاثة أصفار أربعة أخضار خمسة أزرق ستة بنفسجي سبعة ورمادي تمانية أبيض تسعة إذن كيفاش نحدد القيمة إذن نعود لهذا المقاومة اللي عدنا هنا يا اللون الأول هو اللون بني إذن العدد الذي يوافق اللون بني هو واحد بالنسبة للون الثاني هو اللون الأسود العدد الذي يوافق اللون الأسود هو صفر وبالنسبة للون الثالث فهو يمثل عدد الأصفر إذن فهو برتقالي وبالتالي لدينا الرقم الذي يوافق اللون البرتقالي هو ثلاثة إذن كين ثلاثة دل أصفر إذن فاشك نجمعهم غتجينا عشرة نضربة في عشرة وثلاثة إذن قيمة المقاومة هي عشرة آلاف آم إذن كما نراحظ في الصورة فتحتوي الدارة الكهربائية على موصلات آمية اللي هي هذه على شكل هذا اللي هي عبارة عن أسطوانات بها ألوان طبعا الحال هذه الموصلات الأومية توجد في جميع الأجهزة الإلكترونية إذن ما هو الموصل الأومي إذن الموصل الأومي هو تنائي قطب يوجد في جل الأجهزة الإلكترونية ويتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة ونرمز لها بالحرف آخ ووحدتها العالمية هي الأوم هذا الرمز أوميغا إذن نمثل الموصل الأومي في دارة الكهربائية بالرمز التالي آخ أو يمكننا نتلوه بمستطيل ما فيش حتى هاد آخ هكا الموصل الأومي يعرقي المرور تيار الكهربائي في الدارة وبتالي التخفيض من شدة تيار المرفيه إذن يعرقل ولا يقاوي مرور تيار الكهربائي إذن هاد الخاصية كنا شفناه في السنة أولى إعداده الآن نمر إلى نشاط جريبي للتعرف على قانون أوم إذن ننجز تركيب مبين في الشكل بسعمال موليد ديتا وترمستمر قابل للضبط وموصل أومي مقاومته تسوي مئة أوم إذن نطبق بين مربطين الموصل أومي التوترات المشار إليها في جدوات ثم نقص في كل حالة شدة تيار المرفي في دارة الكهربائية إذن عدنا هنا موليد ديتا وترمستمر قابل للضبط يمكننا نغيره القيام دياله هنا لدينا جهاز أومبار متر يركب على التوالي هنا لدينا المقاومة وهنا لدينا جهاز الفولت متر طبعا الحال هاده أصلك الرابق قمنا بتطبيق توترات صفر جوج تلاتة أربعة خمسة ستاو فلاحظنا إن شدة التيار التي توافق جوج فولت هي عشرين ميلي أمبار بنسبة لتها هي ثلاثين ميلي أمبار ربعة هي أربعين ميلي أمبار ستاة يستين ميلي أمبار تمنيا هي ثمانين ميلي أمبار إذن المطلوب متى المنحنة تغيير التوتر ي بدلالة شدة التيار ي في محوار الأراتيب لدينا التوتر ي بوحدة الفولت وعدنا في محوار الأفاصيل شدة التيار بالوحدة الميلي أمبار تنطلع في كل مربع بجوج فولت وهنا في كل مربع نزيد بشرين ميلي أمبار إذن أعطينا المنحنة عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلام مما يدل على أن التوتر بين مربطي الموصل الأومي يتناسب مع شدة التيار ي المار فيه فاش كنهضر على التناسب خسنا نهضر على معامل تناسب سؤال ثاني يحسب معامل تناسب وقارنه مع آخر إذن باش نحسب معامل تناسب كنحتاجو جوجد النقاط احنا نحتاجو نقطة او نحتاجو نقطة ديال الصفر ا نختاروها بحيث اي اتساوي اربعة فولت بمعنى هذ النقطة هذه القيمة التي توافقها اذا هنا ايا هنا اياه عشرين ميلي أمبر هنا اربعين ميلي أمبر هذ القيمة هذه وبتالي موامل تناسب مقسم على ا ا ا ناقص ازارو اذن هي ربعة ناقص صافر صفر فصل صفر ربعة ناقص صافر لأنها حولنا اربعين ميلي امبير حولناها الامبير. وبالتالي اعطتنا مئة. اذا نلاحظت هذه القيمة مئة. ماذا تساوي? اذا نلاحظ ان معامل التناسب يساوي قيمة المقاومة. المقاومة التي استعملناها في التجربة. وبالتالي ار تساوي اي على اي. اذا خارج قسمة التوتر اي على شدة تيار اي تبقى تابتة وتسمى مقاومة المواصل الاومي. هذه الدراسة اللي درنا هي اللي نهجها العالم اوم بنفس طريقة اللي اخدمنا. وصل ان ار تساوي اي على اي. اذا خلاصة قانون اوم يساوي التوتر اي بين مربطي مواصل اومي جداء مقاومته اي وشدة التيار اي المعرفة. ونعبر عن ذلك بالعلاقة التالية. اي تساوي اي بحيث اي التوتر بين مربطي المواصل الاومي وحدته الفولت. واي شدة التيار المار عبر المواصل اومي وحدتها اومبار اغ مقاومة المواصل الاومي ونرمز لها بالحرف اوميجا. كان واحد طريقة تمكننا من معرفة مختلف العناصر المكونة لقانون اوم. طب هات الحال نرسوم متلات على الشكل كما موضح في الصورة. اذا ونحرك ايدينا فوق العنصر المطلوب. اذا او تساوي اغ فوا اي. الابغينا المقاومة دي المواصل اومي اغ تساوي او على اي. والابغينا شدة تيار اي تساوي او على اغ. اذا كتمرين تطبيق رقم واحد. احسب المقاومة الكهربائية لمواصل اومي يمر فيه تيار كهربائي شدته اي تساوي مئة وسبع عشرين ميلي اومبار. والتوتر بين مربطه هو اي تساوي تلاتة فولت. السؤال تاني تساوي مقاومة مواصل اومي تلاتة وتلاتين اوم. مع قيمة التوتر بين مربطه عندما يمر فيه تيار شدته مئة ميلي اومبار. ثالثا ما قيمة شدة تيار المار فيه عندما يكون التوتر بين مربطه هو خمسة فولت. اذا الاجابة للسؤال الاول حساب المقاومة نستعمل العلاقة اغ تساوي اي على اي. اذا حسب المواطيات اي تساوي تلاتة فولت واي تساوي مئة سبع وستين ميلي اومبار. احنا غد نحول هالامبار راتعطينا صفر فاصيلة مئة وستين. اذا تساوي سبعتاش فاصيلة ستسعين اوم. بنسبة للسؤال الثاني حساب التوتر. اذا نستعمل العلاقة اي تساوي اغ فوا اي. اغ تلاتة وتلاتين اوم. وي تساوي مئة ميلي اومبار. نحاول هالامبار راتعطينا صفر فاصيلة واحد اومبار. اذا تساوي ثلاثة فاصيلة ثلاثة. بالنسبة للسؤال الثالث. حساب شدة التيار. نستعمل العلاقة اي تساوي ا على اغ. اذا اغ تساوي اغ تساوي ثلاثة وتلاتة وتلاتين اوم. اذا تساوي صفر فاصيلة خمستاش اومبار. اذا اغ نخلي لكم هاد التمرين باش تديروه. اذا تمرين اللي البحث فيه ثلاثة الاسئيلة. السؤال اول مطلوب حساب المقاومة. السؤال ثاني مطلوب حساب التوتر. والسؤال ثالث. المطلوب حساب شدة سيارة. اذا بنفس الطريقة اللي خدمنا اتحاولوا تخدموه هاد التمرين. وبالتوفق.